موسيقى رئاسة اركان القوات البحرية تعلن تنفيذ البرنامج التدريبي بالصواريخ البحرية امير عمليات المنطقة الجنوبية يتفقد الوضاع الامنية والمعيشية في مدينة سبها وضواحيها النائب العام بطرابلوس يأمر بحبس رئيس الخطوط الافريقية فرئيس شركة الكهرباء يفر لبريطانيا موسيقى شكرا لكم مشاهدين الكرام في نشرة الاخبار من قناة ليبيا الحدث كانت هذه العنوين والنشرة المفصلة اعلنت رئاسة اركان القوات البحرية عن تنفيذ البرنامج التدريبي للعام الجاري برماية تدريبية بالصواريخ البحرية سطح سطح وبالمدفعية البحرية وعمال تدريب للقوات الخاصة البحرية في مناطق محددة على ساحل بلدية توكرة والمرسى هذا فيما نبهت رئاسة الاركان بالقوات البحرية على جميع السفن التجارية وسفن الصيد وغيرها من السفن البحرية المدنية والعسكرية بعدم الاقتراب او الدخول في المناطق المحددة انها لا تتحمل مسؤولية تجاه المخالفين اجتمع امر غرفة عمليات المنطقة الجنوبية مع عياني وحكمائي وعميد بلدية سبها وذلك لمتابعة الوضاع الامنية والمعيشية التي تشهدها المنطقة امر الغرفة وخلال اجتماع يأكد على اتباع سلسلة من الاجراءات والخطط التي ستضمن حلحلة العرقيل التي تواجه مواطني المنطقة الجنوبية خاصة فيما يتعلق بتأمين تلك المناطق بالتعاون مع عناصر الجيش الوطني اضافة الى تسوية الوضاع المعيشية ببلدية سبها وضواحيها رصد موقع اتمر دار الايطالي طائرة مجهولة غادرت قاعدة سيغولينا في جزيرة سقلية الايطالية متجهة جنوبا صوبى ليبيا واكد الموقع ان الطائرة من طراز جلوبال هوك وهي احد طائرات حلف النيتو المسير لافتا الى انه عندما دخلت الطائرة في منطقة معلومات الطيران في طرابلوس اختفت اشارتها لتقوم الطائرة بدون طيار بمهمة الاستطلاعية في مكان ما فوق ليبيا ولما يوضح الموقع عن طبيعة او مهمة الطائرة التابعة للناتو فوق طرابلوس يذكر ان مدينة طرابلوس شهدت اشتباكات بين ميليشيات السراش في الزاوية وجنزور وتجراء وتحركات العالية الميليشيات بين مناطق طرابلوس اكدت تسريبات صحفية عززتها صور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي قيم جنود اتراك في قاعدة عقباب النافع التي احتلها المرتزق الاتراك انهم يقومون بعمل مسح في محيط القاعدة بحثا عن اي الغامن او مخلصات حرب في ظل نشاط شحن عسكري تركي متزايد بشكل يومي حيث بلغ عدد الرحلات 36 رحلة هذا الاسبوع والاسبوع الماضي شحنات موت محملة بالسلاح والمرتزق على مدن طائرة تتحدى الحذر الدولي وتغرق ليبيا في الفوضى وتقتنص من تأجيج ازمتها فرصا لاستنزافها طائرات تركية تقضع الاجواء ذهابا وايابا لتعزز امدادات الميليشيات في طرابلس بالسلاح والذخيرة والمرتزقة وتجهد جميع الامار بالتواصل لحل سلمي للازمة موقع اتمر دار الايطالي كشف ان طائرة شحن عسكرية تركية جديدة تحط بقاعدة عقبى بالنافع في المنطقة الغربية واعلن الموقع ان طائرة تابعة للقوات الجوية التركية من طراز لوكيتسي 130 غادرت من قاعدة قيصر الجوية في تركيا وهبطت في قاعدة عقبى بالنافع واضف الموقع الايطالي ان الطائرة غادرت القاعدة الجوية عائدة الى تركيا يذكر ان موقع اتمر دار قد ذكر انه تتبع خلال الاسبوع الماضي ضائرة بوينك تابعة للقوات الجوية الامريكية وهي تقوم بمهمة مراقبة قبالة غرب ليبيا لافتا الى ان نفس الطائرة قامت بمهمة مماثلة هذه المرة قبالة الساحل الليبي باكمله في السادس من اكتوبر الحالي وتواصل تركيا انتهاك حضر الاسلحة الذي فرضته الامم المتحدة على ليبيا منذ عام 2011 حيث تقدم انقرى دعما كبيرا لحكومة الصخيرات في طرابلس بالعتاد والمرتزقة لمواجهة الجيش الوطني كما تتعمد انقرى اجهاضا مساعي الدولية الرامية لحل الازمة الليبية من ذلك مخرجات مؤتمر العاصمة الالمانية برلين القاضي بتعزيز مراقبة حضر تصدير السلاحة ونزع سلاح الميليشيات وفرض عقوبات على الجهة التي تخترق الهدنة حيث نقلت تركيا اكثر من عشرين الف مرتزق سوري الى ليبيا اضافة الى نحو عشرة الاف متضرف من جزيات اخرى وذلك وفقا لبيانات المرزد السوري لحقوق الانسان انتهاكات انقرى اثارت ايضا استنكار حلف شمال الاطلسي الناتو الذي تعتبر احد اعضائه حيث سبق ان اتهمها امينها العام بمواصلة عرقلة جهود الناتو للتعاون مع الاتحاد الاوروبي في فرض حضر السلاح الصادر عن الامم المتحدة لوقف تدفق السلاح الى ليبيا وينضم الي عبر الهواء مباشرة موفد ليبيا الحدث الى مدينة سرت رجب بليبلو اهلا وسهلا بك في نشرة الاخبار واطلعني عن اخر المستجدات لديك وفي المنطقة الوسطى ايضا نعم صباح لربما المستجدات عادة هذا اليوم ويوم الخميس من يكون عسكري باستضافة امر التوجيه المعنوي فرع سرت النقيب عام الميلاد ست النقيب اولا اهلا وسهلا بك عليبيا الحدث اهلا وسهلا بك رجب ست النقيب يعني ما هي اخر اعمال الفرع لربما سوف نتحدث عن فرع التوجيه ثم سنتحدث عن لجنة الازمة ثم ننتقل الى جبات القتال لكن اولا ما هي اخر اعمال ادارة التوجيه المعنوي داخل مدينة سرد تم افتتاح رادي وراد اتنين بادارة توجيه المعنوي لقوات المسلحة بحضور سيدي اللواء خارد المحجوب وهذا اندل يدل ان قيادتنا العامة مهتمة برفع الروح المعنوية للمواطن داخل مدينة سرد هذا الافتتاح قبه زيارة للواء هاشم بورقعة رئيس لجنة الازمة المكلفة من قبل قائد العام وعضو اللجنة اللواء خارد المحجوب وبالامس لحظنا وجودك مع هذه اللجنة ماذا تمخض هذا الاجتماع تهديد؟ تم بالامس زيارة رئيس لجنة الازمة برئاسة سيدي اللواء هاشم بورقعة وسيدي اللواء خارد المحجوب وتم عقد اجتماع مع مجلس عيان مدينة سرد وعدد من الجهاد المختصة وتلخص الاجتماع على كيفية حال حالة وتديل الصعوبات على المواطن داخل مدينة سرد لربما ايضا سوف يتم انفراج لبعض الاجتماع في هذا الاجتماع بإذن الله بإذن الله أزمة البنزين تتلاشى وأزمة الكهرباء تلاشى تماما بإذن الله وفي القريب العاجل عدة أزمات ستنتعي ستقتل في هذه المدينة سرد نعم إن شاء الله أخيرا يعني ما هي أخبار وما هي يعني الذي تستطيع أن ترسل لنا من جبهات القتال وسبما حتى من جبهات أو خط التماس يعني نعلم ما هي تلك منطقة عسكرية لا يسمح بدخول الصحفيين ولكن بحكم يعني عملكم على أرض الميدان ما هي أوضاع هناك تحديد في عدة زيارات لمرأس قواتنا المسلحة ولعدد من وحدات قواتنا المسلحة لاحظنا أن قواتنا المسلحة في معنويات عالية جدا وفي جاهزية تامة لصد أي خرق من قبل العدوان وقواتنا المسلحة في انتظار أواما قيداتنا المسلحة وجاهزة بإذن الله لصد أي خرق من قبل الحشد الميليشياوي وحفظ الله ومدينة سرد وعالية وحفظ الله قواتنا المسلحة والنصر قريب بإذن الله شكرا جزيلا سيد النقيم نعم مصباح ولكن طبعا لابد أن أضع قليلا في المشهد في مدينة سرد وأيضا لنرسل هذه الرسالة على الأمن داخل المدينة خروج العائلات الآن نحن على تمام الساعة التاسعة وعشر دقائق أو تسع دقائق أهم رجال الإدارة العامة للدعم المركزي في سرد وأيضا مديرية أمن سرد أيضا متواجدون في هذه المفترقات هذا مفترق من أكثر من عشر أو اثنين عشر نقضة داخل المدينة نعم انتشار الوحدات لربما هذا يعني خير رد على من يعني أو لكي نرسل هذه الرسالة مصباح ما هذا الفرق بينها وبين العاصمة التي تسيطر عليها ميليشيات ونحن الآن في مدينة سرد في وسط ليبيا تحديدا على خط الساحلي وأيضا هذه المدينة التي لربما حاول كثير أعلام الأخوان المسلمين أن يرسل صور مغايرة من التي نبثها الآن عن الهواء مباشرة من المدينة نعم نعم رجب هي مدخلتك اليوم كانت مقتضبة نوعا ما بين انك انت تعلمت الدرس جيدا يعني شكرا جزيلا لك بطبيعة الحال موفد ليبيا الحدث رجب ليبلو كنت معي عبر الهواء مباشرة من سرد أعلن السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند أنه يتوجه لتركيا كي يبحث تسوية الأزمة التي تمر بها ليبيا على حد تعبير نورلاند قال في تصريح النشرة السفارة الأمريكية على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه يواصل رحلته إلى أنقرة لإجراء مشاورات مع تركيا حول أفضل السبل لدعم وقف التصعيد والحوار السياسي الليبي بطريقة بناءة تعيد السيادة الكاملة إلى ليبيا هذا فيما لم يتطرق السفير الأمريكي إلى قضية المرتزقة فقوات الغزو التركية التي تحتل أجزاء من غرب البلاد مع مصير هذه القوات بعد أي اتفاق سياسي قال مدير إدارة التوجيه المعنوية إن تنظيم الأخوان الإرهابي يريد خلق أزمات وضغط على المواطن بجمع الأشكال بما فيه الأزمة الاقتصادية لتحقيق ما يريد من أجل استمراره في الحوارات السياسية وبقائه في المشهد أوضح مدير إدارة التوجيه المعنوي خلال لقاء في نشرة سابقة أن مشكلة ليبيا هي مشكلة أمنية بالدرجة الأولى أرى تنظيم الأخوان يحاول البقاء من خلال الحوارات السياسية المستمرة مؤكدا أنه يجب حل جميع التشكيلات الخارجات عن القانون ربما هناك ضغط ومحاولة الخلق وافتعال أزمات أيضا من العدو عدو اللي الآن لازال يحاول تدوير نفسه في ليبيا وهو تنظيم الأخوان الأرهاب وهذه حقيقة لا تخفى على أحد ولازالوا يحاولوا إبقاء نفسهم بشكل سياسي رغم أنه معروف أن مشكلة ليبيا مشكلة أمنية ونحن ندرك تماما أننا سنعود إلى المربع الأول فما حصل في الصخيرات إذا لم يتم حل المشكل الحقيقي وهو التشكيلات المسلحة الخارجة عن القانون المختلفة التوجهات والمعارب والتي تصب كلها في خانة واحدة طبعا الأخوان الآن يشنون حرب اقتصادية على المواطن ضغط على الحاجة اليومية له الآن مستهدفة القوات المسلحة بالإشعاعات والدعايات والكذب وتشتجه إلى هذا من حيث المواجهة مع القوات المسلحة أيضا على مستوى المواطن هناك حالة المواطن أمام اختفاء الوقود سيولة أمام تنشيط عصابات تهريب الوقود وما إلى ذلك منع حقوق المناطق من صرف احتياجاتها من وقود ومن سيولة ومن أشياء أخرى من قبل المناطق الآن لم تحرر المسألة يعني القوات المسلحة تواجه في حرب شرسة جدا وحرب يعني والمواطن الآن يمكن أن يوصلوا لمرحلة أنه يقبل بأي شيء ولكن هذا المكسب سياسة التركية نعم هذا المكسب الذي تحقق هنا أقولها وأؤكدها القوات المسلحة أو عودتها بقوة مكسب حقيقي لليبيين لو سقط هذا المكسب ستضيع ليبيا ستضيع البلد وأنتوا شفتوا كيف لو لا دخول قوات المسلحة ودهابها إلى طرابلس كان الأخوان داينين ضغرهم إلى ليبيا لا يبعي ما استمر النهب والتروع أكد عضو مجلس النواب محمد العباني أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تدير الملف الليبي بطريقة خجولة لا تمكنها من وضع حلوله للصراع الجاري في البلاد أقل العباني في منشور له أن ذلك من خلال انجرار رؤساء البعثة ووقوعهم تحت ضغوط تيار جماعة الأخوان وتفكيرهم داخل الصندوق أضفنا البعثة التي بعثت الحياة في المؤتمر الوطني العام بعد أن شبع موتا ومكنت العضاء المنضوين تحت جناح الأخوان فيما يعرف بالمجلس الاستشاري وما فتئت تعمل على تمكينهم بعد رفضهم الشارع الليبي التعذيب والتصفية الجسدية والاغتيالات هي الوسائل التي مرستها تنظيمات الرهبية بحق الليبيين على مدار سنوات لإخضاعهم والسيطرة على مقدرتهم يعتبر العنف من أكثر الظواهر السلبية المنتشرة في العديد من بلدان العالم ومن أكبر المخاطر التي تواجه البشرية على مر العصور حيث تبدل الكثير من المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية جهودا كبيرة لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة ليبيا عانت كغيرها من الدول في مختلف العالم من ظاهرة العنف وما خلفته من آثار سلبية على المواطنين وذلك بسبب انتشار التنظيمات الإرهابية والمتطرفة التي تتخذ ممارساتها الإرهابية سبيلا لتحقيق أهدافها ومصالحها والوصول إلى مبتغاها فقد استخدم الإرهابيون هذه الظاهرة للتأثير على المدنيين من أجل تخويفهم وترهيبهم لغرض إخضاعهم لأوامرهم وتحت رايتهم السوداء لاتباع فكرهم وعقيدتهم المخالفة للشريعة الإسلامية كما يحدث الآن في طرابلس وعدد من مدن المنطقة الغربية الجماعات الإرهابية شكلت خطرا كبيرا على المجتمع في السابق أثناء تواجدها في بعض المناطق مثل بنغازي ودرنا وسرط والجنوب ومحاولتها للسيطرة على تلك المناطق من خلال ممارستها أشد أنواع العنف والترهيب مستغلة الأوضاع الأمنية التي تمر بها البلاد في ذلك الوقت كما مارست التهديد بالتصفية لإسكات الأصوات المناهضة لها والرافض لتواجدها على أراضي البلاد وذلك قبل تحريرها من القوات المسلحة وأنكرت التنظيمات الإرهابية والمتطرفة حقوق الإنسان بممارسة العنف من القتل تحت التعذيب والخطف وتنفيذ عمليات التصفية والاختيال واستخدام كافة الطرق التي تؤثر سلبا على الجانب النفسي والمعنوي الشعب أعلنوا رفضهم للإرهابيين وأعوانهم ورفض تواجدهم في البلاد ودعمهم الكامل للجيش الوطني حيث كانوا يدا بيد إلى جانب القوات المسلحة في محاربة الإرهاب بلا هوادة للدفاع عن شرفهم وعرضهم ولحماية حقوقهم الإنسانية وكرامتهم من المجموعات الإرهابية والمتطرفة وجرائمهم العنفة لقناة ديبيا الحدث بو بكر العاقلي كشفت مصادر خليجية عن فحوى ما تضمنته الزيارة الأخيرة للرئيس التركي رجب أردوغان إلى الدولة القطرية ولقاء بالأمير تميم بن حمد الثاني لفتة إلى استنجاد تركيا مجددا بالتمويل القطري لإنقاذ ما تبقى من اقتصادها إضافة إلى دعمها الماني لحرب أردوغان في إقليم كرباخ التقرير التالي والتفاصيل يبدو أن الخناقة باتت تضيق أنفاس أردوغان ليعود مجددا مثل ما اعتاد إلى دراعه الإرهابي في الدولة القطرية من أجل التسلل للحصول على تمويل يسد عجزه عن ما يخلفه من أزمات وصراعات في عدد من دول المنطقة أردوغان وفشله في إدارة الأزمة الاقتصادية التي خلفتها سياسته المنهارة إضافة إلى دخوله في حرب جديدة بمنطقة القوقاز مع أرمينيا كانت أحد أبرز الأسباب التي جعلته يتجه مؤخرا إلى قطر تلك الدولة التي تراجعت ثقة الكثير من الشركاء فيها وتقليصهم من مستوى التعاون معها خاصة بعدما تبين تورطها في دعم وتصدير الإرهاب بالمنطقة فكان الموضوع المالي هو المحور الأساسي خاصة في ظل تعقد الأوضاع الاقتصادية لتركيا بالتوازي مع انغيماس حكومة أردوغان في المزيد من الصراعات في كثيرا من الدول إذ ارتبطت هذه الزيارة بتفجر الصراع مجددا بين أرمينيا وأدربيجان حول إقليم ناغورني وقرر على إثرها أردوغان تقدم الدعم العسكري لأدربيجان وهو من سيتطلب تمويلات لمده بالسلاح لا سيما الطائرات المسيرة لنقل المرتزقة من سوريا للمشاركة في الحرب ولكن كالمعتاد حاول الإعلام الإرهابي عدم الكشف عن أي معلومات مهمة بخصوص اللقاء الذي استمر مدة ساعة وعشر دقائق في قصر البحر بالدوحة إذ اكتفت الوكالات التابعة للدولتين بوصف الزيارة على أنها وثقت العلاقات الاستراتيجية بين البلدين إلا أن الأمور أصبحت أكثر وضوحا في اعتماد أنقر على التغطية المالية القطرية لتدخلاتها التي توسعت بشكل كبير وارتفعت فاتورتها المالية بشكل يتجاوز قدرات تركيا التي شاهدت سلسلة من الأزمات المالية خلال سنوات أصدر رئيس قسم التحقيقات بمكتب الناب العام بطرابلوس قرارا بحبس رئيس مجلس إدارة الخطوط الأفريقية مصطفى معتوك بتهمة الحاق الضرر الجسيم بالمال العام إلى ذلك أفادت مصادر مقربة من مكتب الناب العام أن رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء عبد المجيد حمزة هرب إلى بريطانيا بعد التواصل مع السلطات الإنجليزية حيث تأكد دخوله إليها لحمله جواز سفر بريطاني وفي ذات السياق أمر قسم التحقيقات بطرابلوس بحبس عميد بلدية جنزور بتهمة إساءة استعمال السلطة والنفوذ وإرغام العاملين على رفض طرح أحمال الكهرباء إضافة إلى حبس وكيل وزارة المالية بحكومة صخيرات أبو بكر الجفال بتهمة إساءة استعمال السلطة لتحقيق منفعة للغير وإهدارا للمال العام إلى هذا رد مكتب المدعي العسكري على كافة التهم المنسوبة إلى النيابات التابعة له من قبل وزارة المالية بحكومة الصخيرات لافتا أن المكتب يعمل بشكل حيدي بعيدا عن كل التجاذبات السياسية التي تشهدها البلاد وحسب البيان الصادر عن مكتب المدعي العسكري فقد أوضح أن وزارة المالية لم تلتزم بسلسلة من القرارات المتعلقة بزيادة رواتب المنتسبين بالمؤسسة العسكرية مشيرا إلى أن عملية احتجاز رئيس اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات تمت بعد أن رفض استلام مستندات متعلقة بإجراءة رواتب المنتسبين المؤسسة وجه مركز الرقابة على الأغذية بطرابلس خطابا لرئيس قسم التحقيقات بمكتب النايب العام حول الخروقات والمخالفات التي تم اكتشافها خلال جولة قام بها القسم والحرس البلدي على مصاحة الفؤاد لجراحة القلب وشرين بمنطقة عينزارة بطرابلس هذا فيما وضح الخطاب الموجه لقسم التحقيقات أنه تم ضبط خلال جولة عدوية طبية منتهية الصلاحية في غرف العمليات بصيدليات تابعة للمصحة نهيك عن عدم توافر الشروط الصحية بحجر التعقيم وغرف العناية الفائقة بالإضافة للتخلص من النفايات بطريقة غير صحيحة مما قد يتسبب في نقل الأوبئة والأمراض شكرا وفي شانا آخر سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدد 779 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا هذا فيما أعلن عن وفاة ثماني حالات وخمسمائة وتسعة وستين حالة جديدة ومائتي وعشر حالات مخالطة هذا فيما تماثل للشفاء مائتان وتسعة وتسعون حالة بحسب بيان المركز وبذلك وصل إجمال عدد الإصابات بالفايروس في ليبيا إلى أربعين ألفا ومائتين واثنين وتسعين حالة منها ستة عشر ألفا وخمسمائة وستين وأربعين حالة نشطة ثلاثة وعشرون ألفا ومائة وثلاثة وثلاثون متعافيا إضافة إلى وفاة ستمائة وستة عشر حالة منذ بدء انتشار الوباء في البلاد قم فريق التدريب المختص بمكافحة وباء كورونا بمركز بنغازي الطبيب بزيارة لمقر العز الصحي بمستشفى شحات للمراض الصدرية هذا فيما اطلع فريق التدريب على الإمكانيات والتجهيزات المعدة لاستقبال الحالات المصابة بفايروس كورونا كما قام بتنظيم ورشة عمل تتحدث عن آخر الدراسات والأبحاث حول فيروس كورونا المستجد أتت هذه الخطوة بالتعاون مع منظمة الخبراء والأكاديميين ببلدية شحات بمساندة وتثقيف الأطقم الطبية والطبية المساعدة ونشر الوعي الصحي بين صفوف المختصين والعملين بخطاء الصحة في مدينة شحات وإلى شحات حيث ينضم لنا عبر الهو مباشرة مرسل في الحدث أحمد زيدان أهلا وسهلا بك أحمد في نشرة الأخبار أطلعني عن آخر التطورات لديك في شحات نعم زميلي مصباح تحية طيبة لك وللكافة مشاهدين قناة ليبيا الحدث وحيك اليوم بالحقيقة الأمر نحن الآن موجودين في مدينة البيضة بخصوص الخبر المتعلق بزيارة الطاقم الطبي المتخصص القادم من مدينة برغازي هم مجموعة من الطباء والمتخصصين في مجال مكافحة وباء فيروس كورونا الفريق في حقيقة الأمر وصل يوم الأمس وقام بورشة عمل في مدينة شحات عرض فيها آخر الأبحاث والدراسات المتعلقة بكوفيد-19 ثم قام هذا اليوم بزيارة إلى مركز العزل بمستشفى المنصورة في مدينة شحات وطلعوا فيها على آخر التجهيزات وآخر الترتيبات والبرتكولات القائمة في هذا المركز في حقيقة الأمر أنهم أبدأوا عجابهم كثيرا بالنظام والترتيب الذي قائم داخل هذا المركز إضافة إلى ذلك في تصريح خاص لقناة لي بالحدث أكد الدكتور فرجع الصابر أن الوضع الوبائي في مدن الجبل الأخضر يشهد استقرارا كبيرا أن عدد الحالات الموجودة الآن في مركز العزل هي عدد ثمان حالات في حقيقة الأمر أن حالتين هنا موجودات داخل العناية المركزة أما باقي الحالات فهي موجودة داخل القسم هذا كل ما يتعلق بالوضع الوبائي في مدينة البيضة وكافة مدن الجبل الأخضر أما من ناحية الأوضاع الخدمية والأوضاع الأمنية في مدن الجبل الأخضر ومدينة البيضة ومدينة الشحات فهي حقيقة الأمر أن الوضع الأمني منتاز جدا وكافة الأجهزة الأمنية والضبطية تعمل بكل القوى في حفظ الأمن والاستقرار أما من ناحية الأوضاع الخدمية فشركة الكهرباء أعلنت منذ قليل وفي تصريح خاص أيضا من المتحدث باسم الشركة العامة للكهرباء والهيئة العامة للكهرباء والطاقات المستجدة الأستاذ ربيع خليفة أكد لنا أن الوحدة الثالثة بالمحطة لامنودة قد دخلت إلى الخدمة نعم هذا كل ما لدينا في مدينة البيضة زمين المسمع نعم إذن شكرا جزيلا لك بطبيعة الحال أحمد زيدان مرسل بي الحدد كنت مع عبر الهواء مباشرة من البيضة استقبل رئيس اللجنة المركزية للانتخابات البلدية في درنة المستشار جمع العبد الشفيع مجموعة من نشاطاء مدينة درنة حيث ناقل النشاطاء لرئيس اللجنة استفسارات وتساؤلات الشارع الدرناوي حول إجراء الانتخابات البلدية في درنة خاصة في ظل انتشار شائعات حول تأجيل الانتخابات حيث أكد عبد الشفيع بأن اللجنة ستشرع في الحملة الدعائية ببلدية درنة من ضمنها نشر اللافتات وتوزيع المطويات وتنظيم ورش عمل وجلسات حوار مجتمعي وردوات وذلك استفاق لفتح سجل الناخبين كما ستحدد هذه الأيام المدارس المستهدفة لتكون مركزا للاختراع بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله اليوم باسم شباب حراك درنة السيد أكرم منصوري مناصق شباب حراك مدينة درنة اليوم تشرفنا في مدينة البيضاء بلقاء السيد رئيس اللجنة المركزية للانتخابات البلدية ونقل رؤية الشارع الدرناوي الذي يتعطش لبداية الانتخابات وهذه خطوة مهمة يسعى عليها الشارع الدرناوي بكل قوة حيث أفادنا السيد رئيس اللجنة المركزية للانتخابات البلدية بأن هناك خطوات فعالة بهذا الخصوص وإن شاء الله ستكون هناك عدة نقاط تبدأ بها اللجنة المركزية للانتخابات البلدية بخصوص انتخابات بلد درنة ونأمل من الشارع الدرناوي الذي ينتظر هذه الخطوة المشاركة الفعالة والتفاعل مع اللجنة المركزية للانتخابات البلدية واختيار رجل المناسب لأن مدينة درنة تحتاج إلى رجل وطني رجل نزيه رجل قوي يقود هذه المرحلة الحساسة ونتمنى منهم الابتعاد عن السلبية والمشاركة لكل القوة والتفاعل مع برامج التوعية القادمة لكي تنجح مدينة درنة في الظهور بطريقة وبصورة حسنة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بحث عميد بلدية أوجل مع اللجنة المكلفة من جهاز مشاريع الاسكان والمرافق سلسلة من المشاريع المتوقفة داخل نطاق البلدية خاصة فيما يتعلق بتنفيذ ما تبقى من محطات مياه الشرب المجتمعين أكدوا خلال لقائهم بمقار البلدية على استكمال كافة المشاريع المتوقفة ومنها قطاع الاسكان المتمثل في 350 ألف وحدة سكنية قيد التنفيذ متعهدين بالالتزام لاستكمال المشاريع الحيوية بالبلدية وضواحيها اليوم كان في اجتماع مع لجنة إدارة جهاز تنفيذ مشروعات الاسكان والمرافق لمناقشة المشاريع المتعاقد عليها في بلدية أوجل وكان على رأسها مشروع تغذية حي المشروع مياه الشرب خط تم تنفيذه في السابق من قبل جهاز الاسكان والمرافق والمتوقف على موافقة جهاز النهر على ربطه بخط النهر واستكمال المشروع وعرضنا المشاكل التي تواجهها في الخط وازدواجية التعاقد التي سيرت من هيئة الموارد إن شاء الله اتفقنا على حل يكون قريب وهي ناقشة مدير جهاز مع مجلس وزراء وإن شاء الله اتفقنا على اجتماعات مستقبلية لمناقشة تنفيذ واستكمال المشاريع المتوقفة في البلدية في القريب العاجل بمشاركة وزير التربية والتعليم بالحكومة الليبية احتفلت مراقبة التربية والتعليم بالمرج بانتهاء الامتحانات لمرحلاته الأساس والثنوي هذا فيما حضر الاحتفال عدد من مسؤولي قطاع التعليم إلى جانب مشايخ وعيان المدينة ولفيف من المعلمين والمعلمات باللجان الفرعية حيث تم تكريم كل من سهم في إنجاح مرحلة إتمام الامتحانات في السياق ذاته افتتح وزير التعليم ثلاثة عيادات أسنان بمدارس المدينة وذلك بالتعاون مع مراقبة التربية والتعليم والخدمات الصحية سعداء نقوم في بلدية المرج اليوم أولا قمنا بافتتاح ثلاث عيادات لطب الأسنان في ثلاث مدارس بلدية المرج بالتعاون بين مراقبة التعليم بلدية المرج والخدمات الصحية في بلدية المرج هذه الكراسي الأسنان كانت موجودة من 2007 الآن بالفضل خدمات وزارة التعليم ومراقبة التعليم بلدية المرج بتنصيب من خدمات الصحية في بلدية المرج تم توفير المواد التشغيلية وستنطلق للعمل بإذن الله مع بداية هذا العام الدراسي تقدم خدماتها مجانية لكافة ابناء الطلبة والطالبات وأيضا معلماتنا ومعلمين شرعت بلدية سبهة في اتخاذ كافة الإجراءات لهدم المباني والعقارات الآية للسقوط في مناطق متفرقة على مصة والمدينة لما يشكله السمرار وجودها من مخاطر على حياة المواطنين والصحالة ترميمها هذا فيما قام مدير إدارة المشروعات بالمجلس البلدي سبهة مدير مكتب الإسكان والمرافق بالمنطقة الجنوبية بزيارة ميدانية لعدد من المباني السكنية الآية للسقوط في حي الإذاعة بوسط المدينة وفي محلة المهدية للوقوف على الحالة الفنية للمباني المعنية وترتيب إجراءة الإزالة وحول هذا الموضوع وآخر التطورات في سبهة انضم إلي عبر الهوى مباشرة مراسلنا من هناك محمود بن مصباح أهلا وسهلا بك محمود أطلعني عن آخر التطورات لديك وما وصلت إليه اللجنة المكلفة بالإزالة أهلا بك مصباح ومكافة مشاهدين نعم محمود إذا كنت أسمع عن موضوع يعني إزالة المباني الآية للسقوط نعم لا أتمكن من السماع إليك بشكل جيد سنحاول تعديل الخلل ونعود إليك وفي شان الأخر قام فريق العمل التطوعي سوكنا بتركيب خط مياه من البير الرئيسي في المدينة إلى محطة شجار المغذي الرئيسي لمدن هون وسوكنا والدان بطوري أربع كيلومترات وأنهى الفريق مشروع توصيل خط المياه بالمجهود ذاتي والعمل الخيري ينضم إلينا مجددا مرسل بالحدث من سبهة محمود بن مصباح أهلا وسهلا بك مجددا أطلعني عن آخر التطورات لديك وما وصلت إليه لجهن الإزالة أهلا بك مصباح وبكافة مشاهدين قالت لي بالحدث طبعا كما تحدث لك أحمد ولمشاهدين قالت لي بالحدث قبل أن نتحدث عن الموضوع الإزالة المباني الآية للسقوط سوف نتحدث قليلا عن ملف خدمي حتى نستفيض في الحديث عن مسألة عمل المجلس البلدي في هذا الملف الذي فافتتحه مؤخرا بداية مصباح كما ومشاهدين قالت لي بالحدث كما ترون من خلف المدينة يعني تعوم في الظلام ثلثين مدينة سبهة يعني في ظلام حاليا فقط الجزء الشرقي من مدينة سبهة هو من يوجد به تيار الكهربائي طبعا الوضع الكهربائي داخل مدينة سبهة مصباح يعني مقسمة مدينة سبهة من ناحية طرح الأحمال إلى ثلاث مربعات لكل مربع ثلاث ساعات فقط في اليوم يعني الآن ثلث مدينة سبهة فقط من لديه كهرباء وأما ثلثين مدينة سبهة فلا يوجد كهرباء وضع يعني سيء للغاية في مسألة الكهرباء وهذا الأمر يعني تجاوز الأشهر حاليا وهو في هذا الحال الأمر الذي عطل الكثير من مؤسسات الدولة والمؤسسات الخدمية وكذلك المؤسسات الخاصة واضح أن خلفك أنت موجود في منطقة فيها ظلام تام ما هي المنطقة التي موجود فيها الآن في سبهة؟ نعم ما اسم المنطقة؟ نحن الآن داخل في قلب مدينة سبهة في أرحان أنا الآن على شرع جمال عبد الناصر وتحديدا منطقة القرضة وهذا تقاطع فندق أفريقيا ويعرفه تماما أبناء مدينة سبهة على يميني تقع المدينة الرياضية وبجانب مبنى الاستخبارات سابقا طبعا وضع سيء للغاية بالنسبة للكعرباء أما بالنسبة للوضع الأمني مصباح الوضع الأمني نوعا ما يتحسن تدريجيا طبعا إذا لحظتم بداية نقل صورة من داخل مدينة سبهة فسيارات الشرطة كانت تتجول في المدينة الشرطة الجوالة وكذلك هناك العديد من الاستقافات التي أراها أمامي بها تمركزات للشرطة والقوات الأمنية وأيضا القوات بدعم ومساندة من القوات المسلحة العسكرية يعني الوضع الأمني فيه تحسن مستمر متزايد تدريجيا لا نستطيع أن نقول ممتاز ولكن يعتبر من 60 إلى 70% يعتبر جيد هذا بالنسبة للوضع الخدمي داخل مدينة سبهة أما بالنسبة لموضوع اللجنة الإزالة إزالة المباني الآية للسقوط فالموضوع يعني لازال قيد الدراسة فقط اللجنة ذهبت وعاينة المباني التي هي مهددة بالسقوط ويعني حسب المصادر التي وصلتنا فإن أهالي أو السكان هذه المباني طالبوا بالتعويض من أجل إخلاءها وبداية في عملية الإزالة ولا زالت ولا وجود لأي عقود رسمية أو أي قرارة رسمية البدأ فعليا في هذه المهمة ولكن للمزيد من التفاصيل ولمعرفة أكثر عن هذا الموضوع سينضم إليه الآن الأستاذ محمد محرز أو المهندس محمد محرز يعني مدير المشروعات ببلدي سبهة تفضل تفضل أستاذ محمد طبعا أستاذ محمد طبعا تابعنا اليومين الماضيين جولتكم لبعض الأحياء في مدينة سبه تحديدا حي الإذاعة وحي المهدية التي كانت فيها بعض المباني الآية للسقوط والتي ذهبتم وعاينتم الأضرار بها ولا بد أن قدمتم تقرير لإداراتكم فما الوضع الذي وقفتم عليه وكيف كانت تعامل المواطنين الساكنين لهذه المباني معكم أولا مساء الخير وشكرا لكم على إتحاد هذه الفرصة والحقيقة المدنة الماضية زرنا المواقع حي الإذاعة كانت فيه ثلاث عمارات أهلة للسقوط صادرة من قبل من مدة سنوات فاتت قرارات إزالة وإخلاء ولكن للأسف لم يتم تنفيذ الإزالة ولا الإخلاء لأن المواطنين طبعا رافضين الخروج من ولا الإخلاء لأن ما قدرته اللجنة من قيمة تعويضية للسكان يروها أنها غير كافية لإيجاد البديل يعني أستاذ محمد مهندس محمد هناك قرارات فعلية من أجل إزالة هذه المباني من قبل المجلس البلدي وكذلك تم تخصيص مبالغ تعويضية للسكان في الوقت الحالي في عهدت أو في ولاية هذا المجلس أم في فترة سابقة؟ في فترة سابقة تم التخصيص وتقدير حوالي 60 ألف كانت تعويض لكل ساكن مجموعة من العمارات تقريبا تم إزالة عمارتين لما السكان وافقها وباقي العمارات رفضوا السكان القيمة ويطالبوا بيتعويض أكثر من القيمة اللي حد فلم يتمكن الكلام هذا ليه سنتين أو ثلاث سنوات والوضع يزداد سوءا والحالة المتردة أكثر من ما يجب طيب أستاذ أو مهندس محمد ما هي الإجراءات التي ممكن أن تقوم بها بعد هذه المفاوضات التي كانت مع السكان ما هو الخطة البديلة التي من خلال تستطيع أن تنفذ هذه المشاريع؟ والله الآن رفعنا مدكرة للسيد العميد البلدية بالخصوص وعميد البلدية طبعا حيوجه خطابات للجهة المسؤولة بإمكانية زيادة القيمة التعويضية للسكان ونحاول نجتمع معهم مرة أخرى ونقنعهم بقدر المكان لأن وجودهم في المكان أصبح خطر عليهم ويهجد حياتهم بش مهندس محمد طبعا بصفتك مدير إدارة المشروعات ببلدية سبها فحبين نستغل وجودك لتحدثنا أكثر عن المشاريع التي يمكن أن تقام داخل مدينة سبها أو ما هو دوركم المستقبلي داخل مدينة سبها والله اتوى الآن نحن في مهام إدارة المشروعات تفعيل ما هو موجود من عقود سابقة في عقود عندنا متوقفة من سنة 2005 الآن نحن نحاول نحلحل الصعاب ونشوف الأسباب اللي واكفة من التنفيذ بقدر الإمكان وإذا كانت تم تخصيص مبالغ جديدة في الباب الثالث للعام الجاي ننوقع مشاريع جديدة تمشي في خطين متوازية مع القديم نعم نعم مصباح إذا كان لديك أي سؤال للمهندس محمد محرز مدير إدارة المشروعات ببلدي نعم أشكرك جزير الشكر محمود بن مصباح وأشكر ضيفك أيضا ومفدنا من مدينة سبها كنت مع عبر الهواء مباشرة حنأت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية فرادها بحلول عد الشرطة ويأتي احتفال الداخلية الليبية بهذا اليوم في ذكرى تأسيس أول قوة أمنية ببلاد في الثامن من أكتوبر عام أربعة وستين تسعمائة والف تمر اليوم الذكرى السادسة والخمسين لتوحيد جهاز الشرطة في أقاليم ليبيا الثلاث برقة وفزان وطرابلس ليكون اليوم الثامن من شهر أكتوبر في كل عام هو عيد لكل الشرطيون الاحتفال بهذه الذكرى يأتي بعد أن تم تشكيل قوة الأمن في ليبيا عام الف وتسعمائة وأربعة وستين وتكليفها بمهمة حماية البلاد من كافة أشكال الجريمة ويأتي عيد الشرطة في الوقت الذي يشهد فيه شرق البلاد وجنوبها انتعاشا في الأوضاع الأمنية وقلة تفشي الجريمة فيهما بفضل رجال الشرطة الذين يواصلون الليلة بالنهار لحماية الوطن والمواطن وحرصا على مسؤولية حفظ الأمن وفرض القانون التي ألقيت على عاتقهم يأمل الليبيون أن تكون هذه الذكرى هي ذكرى اتحاد ولم للشمل لرجال الشرطة وكافة الليبيين في الأقاليم الثلاث والآن مشاهدين وقفة مع الاقتصاد الأخبار الاقتصادية أهلا بكم مشاهدين أصدر رئيس الحكومة الليبيية عبدالله الثنين قرارا يأدن فيه لوزارة المالية والتقطيط بصرف مرتبات أشهر أكتوبر ونوبمبر وديسمبر عن العام 2020 للعملين ببعض الشركات ووجه الثني في القرار بصرف هذه المرتبات لشركات العامة للورق والطباعة ببنغازي وسبها والأشغال العامة ببنغازي وجبل الأخضر ودرنا والكفرة على أن يتم الصرف حسب الكشفات المقدمة من هذه الشركات وأن تعتبر قيمة هذه المرتبات دينا على هذه الشركات مع لزوم إجراء التسوية تقل للنظام واللوائح السارية ونصت المادة الثانية على العمل بإقرار من تاريخ صدوره وتمثيله من الجهات المعنية ونشره في الجاردة الرسمية كما أعلن مصرف الجمهورية البدء في طرح منتجات الكهرومنزلية بنظام المرابحة الإسلامية في جميع فروع المصرف وأن الحد الأقصى للتمويل 20 ألف دينار في مدة أقصى 72 شهر وأوضح المصرف أن المستندات المطلوبة تتمثل في طلب شراء من المستفيد وشهادة مرتب من جهة العمل وتعهد من جهة العمل بعدم نقل أو قفل الحساب وإفادة من السجل المدني بالرقم الوطني وصورة من البطاقة أو جواز الصفر وأضاف المصرف أنه في حالة ورود المرتب من جهة تعمل بنظام العقود المصنفة فيلتزم المستفيد بتقديم ضمانين إحدهما بتعيين من جهة عامة أو غيرها والأخرى يمكن أن يكون تعيينه بعقد مصنف ترد مرتباته بالنظام إلى المصرف بفترة لا تقل عن السنة نشرت الشركة اللي بيجتي للموانئ بيانات حديثة أظهرت توقع إدارة ميناء طبرق البحري وصول عدد من البواخر التي تحمل على متنها حاويات مختلفة وتتوقع إدارة الميناء وصول السفينة بكتوريا هيل التابعة للوكيل الملاحي البحر المتوسط وعلى متنها 212 حاوية بضائع متنوعة إضافة للسفينة فينتشيب التابعة للوكيل الملاحي الحريق كابوت لنقل 3000 طن من الخردة والآن مشاهدين نستعرض لكم أسعار العمولات العربية والأجنبية مقابل الدنار اللي بي حيث ارتفع الدولار ب17 درهم وسجل 6 دنانير و11 درهم كما ارتفع اليورو ب5 دراهم وسجل 7 دنانير و5 درهم فيما استقرت وباقي العمولات سعدت أسعار النفط اليوم بفعل مخاوف الطلب على الوقود والتي استمرت مع تبدد احتمالات إبرامي اتفاق لتحفيز أمريكي وبعد زيادة في مخزونات الخامة الأمريكية ارتفعت العقود الآجلة لخام برينت ب31 سنة وسجل 42 دولار و81 سنة للبرميل هذا كل ما لدينا من أخبار اليوم شكرا للمتابعة وإلى اللقاء ختم النشرة مشاهدين واذا تفكرون بأبرز العنو رئاسة أرقان القوات البحرية تعلن تنفيذ البرنامج التدريبي بالصواريخ البحرية أمير وعمليات المنطقة الجنوبية يتفقد الأوضاع الأمنية والمعيشية في مدينة سبه وضواحيها النائب العام بطرابلوس يأمر بحبس رئيس الخطوط الجوية الأفريقية ورئيس شركة الكهرباء يفر إلى لندن وللمزيد من الأخبار مشاهدين تابعوا قناة ليبيا الحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر تيوب وانستجرام وبإمكانكم أيضا تحميل تطبيق ليبيا الحدث عبر هواتفكم المحمولة كما يمكنكم أيضا متابعة تلبث الحيوى المباشر عبر الموقع الرسمي للقناة ليبيا الحدث شكرا مشاهدين لدي بالمتابعة وفي أمان الله شكرا